في كل الإحصاءات التي ذكرها الباحثون والدارسون لا يبلغ ألفاً وثلاثمائة من المسلمين والكفار على حد سوى مجموع القتلى من الطرفين لا يتجاوز ألفاً وثلاثمائة في جهاد استمر كما سمعت من السنة الثانية في الهجرة إلى التاسعة في سبع سنوات في خمس وعشرين غزوة في مئة بين غزوة وسرية عدد القتلى ما تجاوز ألفاً وثلاثمائة من الطرفين حدثني الآن عن عدد القتلى والصرع في الحرب العالمية الأولى ها هنا وقفات مهمة تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغزوات التي افتدحنا بها المجلس من المهم لبني الإسلام أن يكونوا فيها على فقه ودراية وبصيرة فإن أعداء الإسلام ما زالوا يروجون الإفكة في وصف الإسلام بالعنف والدموية وأنه منتشر إلا بالقتال وأن الإسلام دين سيف وأنه من النصوص ما تشهد لذلك كما ذكرت في صدر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف والآيات الآمرة بالقتال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَعَامَّةٌ آيَاتٍ لَّتِي أَمَرَتْ بِالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ فإذا أضفت إلى ذلك أن كثيراً من كتب السيرة النبوية وصفت أو كتبت بحصر المغازي وهكذا صنع الأوائل كالواقدي مثلاً وابن إسحاق فإنهم سموا ما صنفوه في تلك الوقائع بكتب المغازي يعني ذكروا فيها شأن الغزوات النبوية فانحصاروا مفهوم السيرة النبوية في المغازي أو إذا أقبل مسلم يدرس السيرة فإنما يقبل على دراسة الغزوات بدءاً من بدر وأحد وما بعد فإذا قيل له ما السيرة النبوية قال الغزوات وإذا قيل له ماذا تعرف من السيرة النبوية فلا يعرف إلا المغازي المغازي صفحة من السيرة النبوية لكن ليست كل شيء السيرة النبوية بيت الزوجية السيرة النبوية صلاة السيرة النبوية تشريع لأخلاق السيرة النبوية حياة نبوية كاملة فيها كل شيء يتعلق بهدي الإسلام وسيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فاختزال السيرة في المغازي قصور ما أراده العلماء الأوائل الذين صنفوا في المغازي وذلك أن المغازي أو الغزوات هي أحد العلوم النبوية فإن العلوم النبوية فيها غزوات وفيها شمائل وفيها سيرة وفيها حديث نبوي وفيها خصائص نبوية وهذا كله حزمة لمن أراد أن يتعلم ما يتعلق بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكاملة من جميع أنحائها فالمغازي أحد أبوابها وليست كل شيء في السيرة النبوية وها هنا نقاط يحسن فهمها لمن أراد أن يحيط بفقه السيرة النبوية في باب المغازي تحديدا أولها كل الغزوات كما سمعت في صدر كلام المصنف رحمه الله في الفصل كانت بعد الهجرة وذلك لعدم الأمر بالجهاد في مكة إذن فثلاث عشرة سنة من الدعوة النبوية كانت صبرا واحتمالا للأذى مع بلوغ الأذى حد القتل في بعض أصحابه واضطرارهم إلى الخروج والفرار بدينهم هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة بل أذى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في التطاول وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف ورموه بالتهم ساحر وكذاب وشاعر ومجنون حتى بلغت بهم محاولة قتله وسفك دمه عليه الصلاة والسلام فثلاث عشرة سنة كانت كلها دعوة مع صبر واحتمال وتجاوز وعفو ثم كانت العشر السنوات الأخيرة من حياته التي شرع فيها الجهاد فهمك لهذه النقطة مهم لتدحض الافتراءات التي يوصف فيها الإسلام بأنه دين ما جاء إلا بالسيف والقتال ولو كان كذلك لجاء الأمر بالقتال في أول سنة من سنوات الدعوة إذن فأكثر من نصف سنوات دعوته عليه الصلاة والسلام كانت صبرا واحتمالا للأذى ثانيا الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا تتجاوز ثلث العمل العسكري في السيرة النبوية كلها فإن مجموع الغزوات والسرايا والبعوث كما يقول الحافظ بن حجر نقلا عن ابن مغلطاي قريب من مئة قال وربما كان أكثر فإذا كان هذا العدد والنقل إنه مئة ومجموع الغزوات كان خمسا وعشرين التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام في أعلى عدد سبع وعشرين الخمس وعشرين ربع المئة وإذا قلت سبع وعشرين فأنت قريب من الثلث أفيكون عليه الصلاة والسلام حريصا على القتال متعطشا إلى الدماء كما يزعمون وحاشاه صلى الله عليه وسلم ثم يكون ثلثا العمل العسكري في زمنه يبعث به أصحابه مكتفيا بإرسالهم هذا أمر يحتاج إلى فهم لمن يدرك سيرته عليه الصلاة والسلام ثالثا هذه الغزوات التي بلغت إحدى وعشرين غزوة أو ثلاثا وعشرين أو خمسا وعشرين قاتل منها في كم؟ في تسع ثلث هذا العدد هو الذي وقع فيها القتال والثلثان التي خرج فيها بنفسه انصرف من غير قتال أفيكون هذا حرصا على إراقة الدماء وتعطشا إليها أم هو محاولة قدر المستطاع لعصمة الدماء وحقنها والله ما أراد إلا استنقاذهم من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض أفيخرجوا ليقتولهم عليه الصلاة والسلام ويرجعوا إلى المدينة؟ رابعا جميع ما ذكر في تعداد قتل الغزوات النبوية في السيرة متفاود فبعضهم ذكر أن عدد القتل يتراوح من ستمائة وخمسة وعشرين قتيلا إلى ألف وثمانية عشر من الطرفين مسلمين ومشركين وقيل كان عدد القتل من المسلمين مئتان وست وثلاثون ومن المشركين ستمائة وخمس وعشرون فالمجموع ثمانمائة وواحد وستون قتيلا وأعلى تقدير ذكر أن مجموع القتل لا يتجاوز مئتين واثنين وستين مسلما وألفا واثنين وعشرين مشركا المجموع في أعلى تقدير في كل الإحصاءات التي ذكرها الباحثون والدارسون لا يبلغ ألفا وثلاثمائة من المسلمين والكفار على حد سوى مجموع القتل من الطرفين لا يتجاوز ألفا وثلاثمائة في جهاد استمر كما سمعت من السنة الثانية في الهجرة إلى التاسعة في سبع سنوات في خمس وعشرين غزوة في مئة بين غزوة وسرية عدد القتل ما تجاوز ألفا وثلاثمائة من الطرفين حدثني الآن عن عدد القتل والصرع في الحرب العالمية الأولى التي لا يعرف الناس إلى اليوم العدد الفعلية حقيقة فيها كم فمن قائل إنهم خمس وثلاثين مليون بين قتيل وجريح ومفقود والحرب العالمية الثانية كانت ضعف هذا العدد الذي تجاوز ستين مليون وكلها أرقام يعترف البشر المعاصر أنه ليس على وجه التحديد بل هو على التقريب إذ لا يعلم عدد من هلك بسبب هاتين الحربين أحد من البشرية إطلاقا فغزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتاله على مدى عشر سنوات بالمدينة لم يبلغ فيها القتل من الطرفين أكثر من ألف وثلاثمائة إنسان أهذا حرص على القتل أم عصمة للدماء أهو حرص على الاستنقاد أم رغبة في الهلاك والفناء قامساً لم يقاتل عليه الصلاة والسلام في كل تلك الغزوات إلا من قاتله أو نقض العهد معه ونقض العهد إعلان حرب أتظن أن من يقصد يعني يخرج عليه الصلاة والسلام في بدر لاعتراض قافلة أبي سفيان فيفر أبو سفيان بالقافلة ويجد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أمام جيش فيه ألف مقاتل أمر لا ما فر منه فيقعد ويستشير أصحابه حتى يشير عليه بالثبات والمضي معه في القتال ماذا تريده أن يفعل؟ وقد ودى جيش أمامه بل ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا في ثلاثمائة وبضعة عشر وأنه ما دعا الناس للخروج إلى القتال فماذا تريده أن يفعل؟ في أحد يقدم عليه ثلاثة آلاف مشرك من مكة قاصدين المدينة فخرج يلقاهم في أحد ماذا تريده أن يفعل؟ في الخندق أقبلوا بعشرة آلاف يا إخوة كل هذه الوقائع يخرج فيها جيش المشركين يقصده في المدينة يقطعون فيها أكثر من أربعمائة وخمسين كيلو من مكة إلى المدينة يقودون الجيوش والجحافل يريدون قتاله فما المطلوب أن يفعله أي قائد بل أي عاقل في دفع ذلك العدوان؟ ما الذي سيفعله؟ فما لم يكن إلا أن يرد القتال بقتال وأن يصد العدوان فكيف يفسر هذا بأنه اعتماد للإسلام على السيف واعتماد لنشره بالقوة وإرغام للناس في القتال على الإسلام لدخولهم فيه هذه الافتراءات يا كرام إنما تدحظ على بينة من علم وبصيرة لمنفقها السيرة النبوية سادساً من هذه الوقائع كلها لم يقتل عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة أحداً قط إلا أبي بن خلف في غزوة أحد واحد فقط من الألف وثلاثمائة كان مقتولاً بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام والسبب أن أبي بن خلف لعنه الله قصد النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً أين محمد؟ لا نجوت إن نجأ فيقصده مقبلاً بقتال فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في نحره فمات منها في عودته إلى مكة فإذا كانت غزواته عليه الصلاة والسلام البالغة خمساً وعشرين أو سبعاً وعشرين ونحوها وحصل فيها القتال وفي تسع منها لم يقتل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا واحداً من أمته فقط فإن ذلك من أظهر الدلائل وأقواها حجة ودفعاً لإفتراء المفترين في مسألة وصفه ووصف رسالته عليه الصلاة والسلام بالحرص على القتل وإراقة الدماء سابعاً لم يأذن عليه الصلاة والسلام في حروبه قط وغزواته وبعوثه وسراياه إلا بأخلاق عجزت البشرية المعاصرة أن تستوعبها فضلاً عن أن تنتهجها في أخلاقيات الحروب في احترام كبار السن والنساء والولدان والأطفال ومن لا يد لهم في الحرب لم تحفظ وقائع السيرة النبوية حادثة في الغزوات كان فيها اعتداء على وليد أو طفل أو شيخ كبير طاعن في السن أو اغتصاب للنساء أو هتك للحرائر وانتهاك للحرومات لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقتل كبير طاعن في السن إلا دريد ابن الصمة شاعر هوازن لأنه كما يقال مهندس حربها وهو الذي شارك في جيشها فكان جزاءً لما تولى من أمر القتال في تلك الغزوة هل بعد ذلك كله يقال يا كرام إن الإسلام دين جاء بالسيف متعطش للدماء إذا أضفت إلى هذا سياق النبوة وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أربعين سنة من حياته اعترفت فيها قريش بصدقه وأمانته وشهدت له بكل جميل ثم تبدلت بعد ذلك نكراناً بل عدواناً وتطاولاً وأذى ومع ذلك صبر واحتمل عليه الصلاة والسلام وما كان فيه من قتال إلا كما سمعت في بدر وأحد والخندقي وسائر الغزوات التي كان فيها يرد عدوانهم وقد بلغوا بجيوشهم المدينة أو أطرافها فماذا عساه أن يفعل بل إنه لما تملك نواصي أمرهم وأقبل في فتح مكة منتصراً عليه الصلاة والسلام فتجمعوا حوله فسألهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أبعد هذا العفو النبوي العظيم الذي ما عرف التاريخ مثله يوصف عليه الصلاة والسلام أو توصف رسالته أو أتباع ملته بالإرهاب والعنف يا قوم لسنا نعتب على الحقدة من أعداء الإسلام في التزوير والإفك والبهتان لكن العتب على بني الإسلام في جهلهم وضعف حجتهم وقصور علمهم في الدفاع عن دينهم والذب عن حياضه والانتصار لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حق والله على كل مسلم صادق في إيمانه محب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف منتصراً وقد علم من أخبار سيرته ما يتقوى به في الدفاع وذب الأعداء وافتراءاتهم ماذا فعلت جحافل الاستعمار من سوء وتبديد وتنكيل واغتصاب وهدك للحرمات لو دخل الإسلام بلاد البشرية بالقوة والكراهية فما الذي أبقى تلك البشرية على الإسلام في أوقات ضعفه وانحسار أمره وانكسار شوكته إن السيف قد يفتح البلد لكنه لا يفتح القلب اعتقاداً للحق واعتناقاً به لكن البشرية عربها وعجمها التي عرفت الإسلام فآمنت به آمنت به لكونه حقاً ولا بد للحق من قوة تحميه وتذب عنه وترد عنه العدوان لأن الحق إن كان وحده استكبر عليه شياطين الإنس والجن فشرع الجهاد حماية للدين وذباً عن حياضه وإلى اليوم ما زالت الدول تفاخر بجيوشها وتستعرض قواتها العسكرية فلماذا يذم به الإسلام ولماذا يستكثر على صدر الإسلام وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له قوة تحميه من الأعداء وتذب عنه العدوان يا قوم نحن بحاجة إلى فقه في السيرة ومعرفة بأحداثها يتجرع فيه المسلمون قوة وحصانة علمية وفكرية يعتزون فيها بدينهم ويفتخرون فيها بنبيهم ولسان حال أحدهم مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العداء وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مدوا اليداء فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر